التصوير في طب الأسنان الكاميرا والتصوير بطب الأسنان هي من أهم أدوات عيادات الأسنان بالفترة الحالية فهي أدات مهمة لتوسيع الحالات، تقديم العلاجات والتواصل مع المرضى ومع مخبر الأسنان بعد تقديم لعدة ورشات التصوير بطب الأسنان خلونا بهذا الفيديو نحكي عن الأدوات والإعدادات اللازمة ليصير الطبيب الأسنان مصور أولا منحتاج لأربع عناصر الكاميرا، عدسة الماكرو، إضاءة الفلاش و أدوات فتح الفم منيجة لأول عنصرين، اللي هن الكاميرا و العدسة طبعاً في تشكيلي واسعة جداً من الكاميرات و العدسات اللي ممكن يستخدمها للطبيب بالتصوير و طب الأسنان هي بتختلف من بلد بلد حسب الشركات المتوفرة و الأسوأ لهيك بهاي النقطة الأفضل تستشير أخصائي تصوير بوفر عليك كتير وقت بالبحث لأنه ممكن تشتري أدوات مستعملة و بجودي عالية طيب بعد ما اشترينا الكاميرا والعدسة شو هي الأعدادات المناسبة للتصوير أولاً نستخدم الوضع اليدوي للحصول على تحكم كامل بالأعدادات بالكاميرا اللي هي فتحة العدسة استخدام فتحة العدسة صغيرة تكون F16 للF22 للحصول على عمق ميدان واضح و كبير يظهر كل تفاصيل الأسنان ثانية سرعة الغالق أو الشتر سبيد استخدام سرعة غالق سريعة بين ال160 جزء مستاني وال200 لتجنب الاحتزاز و ضمان وضوح الصورة ثالث عنصر الآيزو اللي هو لازم تكون قيمته ما كتير عالية بين ال100 وال200 لتقليل التشويش والحصول على صورة نقية والإضاءة عنها ثلاث أنواع الرينج فلاش هو يتركب على العدسة من الأمام والتوين فلاش كمانه يتركب على العدسة من الأمام وهذه النوعين يستخدمين أكثر لطباء التقويم لكي لا يجعل المريض يقوم على كرسى الأسنان و يصوره يصوره و هو قاد على الكرسى النوع الثالث هي إضاءة السوفت بوكس نيجي لقسم وضعيات التصوير في عنه الوضعية الأمامية والجانبية لتصوير الأسنان من خلال فاتح الفم لتظهر كل الأسنان و غلق الأسنان على الأدراس هاي الوضعية الأساسية في أكتر من وضعية و منهم تصوير البروفايل الوجه مع الابتسامة و في كتير صور فنية بتظهر جمال الابتسامة والأسنان هذا القسم بيحتاج لبعض التغذية البصرية لحتى يكون في عنا فكرة شو ممكن يصور صور فنية للأسنان والابتسامة هاي كانت نظرة سريعة و شاملة عن التصوير بطب الأسنان إذا حابين تعرفوا تفاصيل أكتر عن الدورات اللي بقدمها بالتصوير بطب الأسنان أو عنكم أي أسئلة تواصلوا على بريد الصفحة سلام